ميت بونتين مع هجر الحناشي مرحبا بك دكتور بحذينا مرحبا بك هجر ومرحبا بمستمعات ومستمعين إيفاد مرسي على الاستضافة مبارك الله وفيك عتك ساحة ليخليك دكتور جنرالما الأمراض اللي تخص أنسي خلني نقولوا أحنا إيس يخطو مع سرطان ولعبي دي خافوا برشا ما سرطان دي منسي يخموا في مشكلة الخصوب وليقول لك اسكوا نجم نجيب صغار يتفاجعوا دجا بالمرض في حذيته ما يعرفوش اللي النجم يكونوا فهم إمكانيات يخليهم ينجموا يحافظوا على الخصوبة تيهم حتى لو كان جيهم مرض خبيث كما مرض السرطان هيدجا نحكيه على أهمية الموضوع متع المحافظة للخصوبة على خاطر قاعدين قاعدين تحكي عليه برشا توا يأما في إتار مرض السرطان وحتى في أطر أخرى سبو القانون يتبادل وليسمح المجال اللي عدد عبيد أخرين النجم يكونوا مشمولين أكثر بالقانون هيد وبعدة نشوفوا شنية المشاكل الصحية اللي نجم يقوم بها لتختمة متع مرض السرطان اللي نجم يأثر على الخصوبة وبعدة نشوفوا شنوما الإمكانيات المتاحة اللي تنجم تخلينا نحافظوا بها على الخصوبة متع المرأة حتى لو كان جيها سرطان أثدي نشوفوا دجا أهمية الموضوع هذي شكرا بالضبط اللي كنت قول فيه لكله صحيح حاجر ونشكرك ساعة لاختيار الموضوع هذي في الوقت هذي بالذات علاش خاطر راحنا الناس كل تعرف اللي احنا تاوه في الأكتوبر غوز اللي هو مدد شهر كامل نحكيه على سرطان الثدي والتقاسي المبكر وأهمية هذي الكل واليوم معنتها في آخر الأكتوبر غوز جي هالموضوع متاع المحافظة على الخصوبة اللي هي جرعة أمل بالنسبة للبرشانسي مهمش شوية اللي تنجم تتسبلهم مشكلة من سرطان الثدي وإلا من الأدوية اللي بشيخذها في سرطان الثدي هالجرعة هذي تقول لهم اللي راهوا فم إمكانية أنه يحافظوا على الخصوبة متاح قل قايل دكتور أس كالأدوية الكل ينجموا ياخذوها في إطار الشفاء حانيقولوا واحنا والتداوي منه سرطان الثدي لكل هذي تنجم تأثر على المشكلة متاع الخصوبة عند المرأة وإلا ليه لا هو مش الأدوية الكل اللي بشيخذها المرأة متاعرة في سرطان الثدي معناتها فيه بلزور زيتات فيه الجراحة فيه الأشعة فيه الشيميوتيرابي فيه الهرمونوتيرابي يعني الكيميوي والهرموني فيه برشة حاجات هو أكثر حاجة تأثر على الخصوبة متاع مرأة بالنسبة في البروسيس متاع التريتمون متاحة هو بيانسور الكيميوي الكيميوي هو اللي يقلق أكثر وعليش قلنا يأثر؟ ساعة لازمنا نعرفوا الموضوع هذا عليش تطرح تو تطرح أولا على خاطر لازم الناس تعرف اللي عشرة في المئة من النساء اللي تمرض اللطف وعفانا وعفاكم الله بسرطان الثدي عمرها أقل من 35 سنة اللي نقوله أقل من 35 سنة نجمو نلقاو في هالشريحة العمورية هذية ابنت ما زالت ما عرستش نجمو نلقاو نسي عرست لكن ما زالت ما جابتش صغار وإلا نسي عرست وعندها صغير بارك وتحب تزيد ثاني ولا ثالث ولا الله هو أعلم كيفاش دونك هذي عليش تطرح الموضوع تطرح زيدا على خاطر اليوم تقدم الطب بطريقة كبيرة وولينا نجمو نحكيو على أنه مرأة تبرى من سرطان الثدي معناتها أقبل كنا نقوله سرطان الثدي معناتها سمحني الحياة فات بالنسبة للبناء دمو سرطان بصفة عامة اليوم لازم نعرفه إلي المرأة معناتها بعد ما تتم المداوات متاحة بكل شي معناتها كل حالة وكيفاش نجم راهي بش ترجع تعيش حياة عادية واذاك عليش إذا كان عمرها معناتها صغير معناتها إلي فو ميوت خامم في الحفاظ على الخصوبة متاحة فمحاجة أخرى هو أن القانون تبدل في تونس وقعد إلي فولي دو جور ان جور قبل ما كناش نجمو نحكيو على الموضوع هذا اليوم القانون تبدل ووليت مرأة إذا كان بش تستعمل دواء وإلا عملية ولا أي حاجة من شأنها أنها تمس الخصوبة متاحة المشرع في تونس ولا يسمح لها أنها بطريقة أو بأخرى تحافظ على هالخصوبة هذي قبل ما كانش موجود وأخيرا معناتها في الحكاية هذية لازم نعرفوا إلي المشكلة في المدوات متاع سرطان الثادي هي أنه الأدوية الكيميائية سورتو إلي بش نستعملوها هي تمس ما تعرف الأدواء يمس الخلايا السرطانية لكن مش أكهو معنات الأدوية مثلا الكيميائية تنجم تمس خلايا أخرين وأكثر حاجة أخرى تمسها هي الخلايا متاع المبايض متاع المرأة اللي هي وتنجم معناتها تقضي عليهم نهائيا وإلا بنسبة معينة وهذا كعليش بدونك لازمنا نخموا في الموضوع متاع المحافظة على الخصوبة قبل ما نبدأوا أي حاجة في المدوات متاع مريضة صغيرة وإلا مريضة مزيت عندها برنامج متاع الزهار في المحافظة على الخصوبة متاحة دونك فما ينطق سبيسياليتي في هالموضوع هذا يدخلت على الخط أحنا نعرفه لسرطان الثادي يتم المدوات متاعه من طرف طبيب جراح طبيب كيميوي طبيب أشعة من نجمو زادة طبيب أمراض نفسية اليوم تخلع الخط طبيب المختص في المحافظة على الخصوبة شوية خطوان كاملوا نحكيوا دكتور نشوفهم شنوما الطرق والإمكانيات اللي نجمو نحافظوا بيهم على الخصوبة للمرأة مقبل هذيك العادة عن فاصل وخايت هذه ما عادوا نفكركم ريح أذر بحذينا دكتور نيزار بحري طبيب مختص في أمراض النساء والتوليد وقاعدين نحكيوا على المحافظة للخصوبة في علاقة بسرطان الثادي ما تبعدوا شبعيد هنا رجعين رجعنا لكم من جديد مكاملين مع بعضنا من تواحتك شوية الأربعة من تواحتك قاعدين نحكيوا على المحافظة على الخصوبة في إطار سرطان الثادي وحذر بحذينا دكتور نيزار بحري طبيب مختص في أمراض النساء والتوليد نبدأوا نحكيوا دكتور بلزمو على المحافظة على الخصوبة نبدأوا من ملي سيبان دياجنوستي كنفرمي المراجيت وقالتنا قلنا لها راهوا عندها سرطان الثادي وقتيش نخمو في المحافظة ديجا على الخصوبة وشو ما لزيتاب اللي بلزمو تنجم تتعدى بهم المرأة واسكو فما حالات ما تستحقش فيهم أنه نجمو نعملو فيها محافظة على الخصوبة بالضبط دونك هاجر دونك إحنا توصلنا كيما قلت أنت بالضبط كيفاش بش ناخذوا القرار متاع أنه نعملو نحافظوا على الخصوبة متاع مرأة وإلا لي بتبيع القرار مش يكون مربوط برشا حاجات ملتي فكتورية أولا بتبيع عمر المرأة ما نشو نحكيه وتوا بالضبط قد قد لكن عمر المرأة مهم ياسر مش كمي مش نحكيه على مرأة عمرها خمسة واربعين سناء كما أربعين كما خمسة لاثين كما ثلاثين كما ساعد حتى أقل نكوردو بعد حاجة مهمة ياسر هي الأستاذ متاع السرطان الثادي اللي هي فيه من نجموش نتعاملو حتى مع مرأة صغيرة بنفس الطريقة بينزوز نسي اللطف ديما نقولو عافينا وعافيكم الله عندها سرطان متقدم وإلا سرطان في أولو وديما نرجعو شفت كيفاش نقولو أهمية التقصي المبكر أهمية التقصي المبكر خاطر قد ما نفيقو بيه بكري قد ما هالإمكانية هذي الكل تتحلل بالطبيعة منبعض فما باش نشوفوها الساعة شنو برنامج متزوجة ولا لي إذا كان متزوجة عندها ما عنداش صغار عندها صغار عندها صغير بارك تحب تزيد عندها ثلاثة تحب تردهم أربعة لي معناتها هذي كلو مهم بيه منبعض بالطبع عنا لازم نعرفو الاستاتيو أصلا متاع المرأة معناتها شنو اللي ريزيرف متاحة وقتها شنو الخصوبة الخصوبة متاحة وقتها منجموش نتعاملو مع مرأة نعرفو إلي الخصوبة متاحة وفيت مخزون بويدات المخزون ولا كل الخصوبة المخزون وفيت كيما مرأة مزيل عندها المخزون وساعات العمر هنا ساعات ما وش مو ميز ساعات تبقى مخزون متاع مرأة عمرها أربعين خير من مخزون متاع مرأة عمرها ثلاثين بتبيعة زيدة بيش لازمنا وبالجعلنا نفسروا للمرأة شنو اللي زيفية متاع الكيميوي والهرمونات اللي بيش تستعملهم باش هي تستوعب وتفهم شنو اللي نجمي سير. ما انت خاطر جيل بناي عمرها ثلاثين سنة بيش تفسره لها انت تقول لها را كوش تعم كيميوي وكهو بونت نجم هي متخمامش اللي بعد خمسة سنين بش تلقى روحها في سن لأس مع انت ما عاشيش تجاه الدورة ولا ما انت لازم نفسروا المريض بالقدير. وبالطبيعة هذي كل وقت اللي يتوفر لازمنا ان تشو الاطبيب امراض نساء وتوليد جزتماه ولا المختص في الخصوبة باش يثبت في المخزون بطريقتين اليوم نجمه نثبته في المخزون بطريقتين اللي هو اللي هو اللي هو ليكوغافي اللي هي باش تعطينا نسبة الخصوبة متاع المبايد حسب التقريب وفم تحليل زدم تعدم اسمه لا اماش تبركال عليك لا لا ماش اللي هو ينجم يعطينا فكرة على درجة الخصوبة متاع امرأ ويعاوننا في القرار اللي باش ناخدوه ولهنه زاده يخلينا النجمو نحطو على جنب مغير ما نقلقو نساء الحالات اللي حتى لو كان عندها سرطان ثادي مش لاجم نحكيو عالخصوبة مع تكيم الحالات اللي باش تتقوم بعملية جراحية اكهو وقالل الحالات اللي باش تقوم بعملية جراحية معاها اشعة راديو تيرابي وقالل ارمونو تيرابيه كهو معتاك يبدن فماش شي بيوتيرابي النجمو اذا كان خصوبة بيهيا وفم عمر معين النجمو حتى كان سئلتنا المرأة ان نقولوا لها انها اتأجل شوية موضوع الحمل في الوقت الحالي هذا هو يعني بعد هاي بلزومو اللي يفسروه للمريضة ومبعد كي بشنو نجيو لليتاب متاع المحافظة عن الخصوبة كيفاش تصير وشنو اللي يصير بالضبط بالضبط ووقتيش نجمو نبداوها سيختو خاطر جنيا غالما وانتي تعرف اللي كي تقولها سرطان ساعات يمكن ما يجيش لبيلها اصلا مش تخمن في المحافظة عن الخصوبة عطاها نزرب بالتريتمان متاع الكانسير ومبعد يرحم ربي ووقت اللي هو معناه كل وقت يجب تاخذ وقته وتاخذ المعلوم بتاعها في وقت مشكل وفيت هذا هو الكلام الصحيح علاش خاطر الهناه ما لازمش نحطه المريض ما لازمش تعمل عليه في حتى شاي في الموضوع ذا الطبيب هو اللي موجود باش يبين للمريض الحالة متاعه وشنو الامكانيات اللي عندو في الموضوع ذا في الحفاظ على الخصوبة سي نغمال عندك الحق المريض عندي كونسير اليوم نحب نبرا اليوم سيتوتا في لوجيك لكن الطبيب لذك علاش موجود باش يقول ستنى راك تتبرا اليوم راو كان نبدالك في الدواء اليوم راو فما امكانية انو ابودو كالكو زاني راو معاش نجمو نحكيو على خصوبة يعني اذا كان عندي الامكانية اليوم باش نحافظ لك على الخصوبة متاعك ماذا بينا نمشيو فهل اللي مغترحوا على المريض شنو اللي بجنق طرحوا على المريض سي قررنا والمريض قرر ووثق أنو يحافظ على الخصوبة متاعه الطب اليوم كيفش ينجمععونو يبقى فما التجميد التجميد شمش يكون فما التجميد متاع أجنة فما التجميد متاع خلايا المباي وفما التجميد متاع البويضة اللي هو مقصوم على ثنين أحسن حاجة هي تجميد متاع البويضة الخصبة مخصبة وفما التجميد متاع البويضة اللي مزيلت ما نضجتش الميف هذهم هما الأربعة طرق اللي أبغي بش نمشي فيهم لكن بانسور ما نجموش نقترحوهم الكل على العباد الكل رأوا معناتها وكا باكا ومش أن المريضة غدوا تمشي لتبيب تقول شوك ما حكيت ليش على الخصوبة رأوا تبيبك هو اللي بش يقول لك شنو بش تعمل وين بش تمشي وكان ما قلقش رأوا حالتك معناتها ما نجموش نعملوا فيها الحكاية ذيك وإذا كان النجمو رأوا بش يوجه باش تمشي للتبيب المختص في الموضوع هذي باي أدوما البلزومة الإمكانية ورى الحاجات اللي نجمو نعملوهم بعض اللي تابلين بعضا شنو يصير توكيفيش فرح باي حاولنا باش نبسطوا على العباد نقسموهم هالحالات هذي خاطر هي ذار الحكاية ونفايت النجمو يكونوا قدامنا مريضة ميش متزوجة وهنا مشكل مشكل مريضة مسكينة ميش متزوجة عندها سرطان ثادي مهيش تخمم ريف الخصوبة بالكل بتبيعة عندها سرطان ثادي تبيب لازم يقول لها روفا ما مشكل متاع خصوبة ينجم يصير والمشكل في البنتنا شنو بش نعملو علش خاطره أحسن حاجة اليوم هو تجميد البوايذات تجميد البوايذات في تونس اليوم وفي الكنتكست سوسيال متاعنا ومتاع الغالب معنا أنه المرأة بش تفقد البكرة متاحة هنا زادة أهمية أنه تبيب يفسر المريضة بالكدي خاطر تصور انت ما انت لطف مريضة مسكينة ما زالت ما تزوجتش عندها سرطان ثادي رحمت تقول لها رك تنجم تجمد البوايذات بتاعك تبعث فيها شوي أمل وبعض تقول لها اسمع رو مش تفقد البكرة متاعك هناك شارج بسيكولوجيك وفاميليال وسوسيال وميديكال كبيرة باش نجموا ونفسروا المريض وعونتو كا في الأخر المريض هو اللي بش يختار لكن احنا جستو نقولوا رو فاما امكانية جست فيها مشكل انو بش تفقد البكرة متاحة خاطر صحب البوايذات مش يكون مهبالي دكوردو بي فاما تفضل جست قبل ما نقوم بصحب البوايذات عندي سؤيل جست قبل ما نبدأ وخاطر رتي بعض البروسيس كامل خاطر جاني غالما اللي أنا نعرفه معناه اللي بش نتحصلوا على أكثر عدد من البوايذات بش نقوموا بتنشيط البوايذات هذي وتنشيط هذي نرملمو بش يصير بالهرمونات وجاني غالما واللي احنا نعرفوه اللي سرطان نسدي هو سرطان هرموني بالأساس قول قايل ولي خاوف زي دا ساعات برشة انسي يقول لك انا بلكش تنشيط هذي امتاع البوايذات بالهرمونات ينجم يزيدي فرعات لسرطان ولا يزيدي عكر للحالة متاعي فيوك مربوط بالهرمونات السرطان هذي دونك اسكو فما حل بش نحضوا لحكاية هذي ولا فما خطر من تنشيط هذي البوايذات بش يعكر الحالة متاع السرطان وإلا ما عندوش تخت بركال عليك هاجرمو لما بالموضوع بالقداء حضرة درسيرا اعرف كيمكن ما كاركش عاياتلي تنشيط لي وحدك الموضوع ليه مش لك الدرسيرا الكلام الكله صحيح لكن سبقتني شوي انفات انتي والحالات صحيح انه الهرمونات اللي بش استعملهم المرأة بش يطلعوا في التوم متاع الاستروجين اللي هو زادا ينجم يعمل فلان بي اصلا متاع السرطان ثادي واذاك علاش الحالات الهي ديفيرانت واذاك علاش انا زادا من اللول قطرح تعليك برش حاجات منهم تجميد خلايا المبايض اللي هو وإلا لاميب تجميد البوايضات الغير الناظجة اللي هو في الحالات هذي كما يستحقش الدواء بالكل دا كوردو دونك نرجعوا جستما للطفلة اللي قلنا غير غير متزوجة من اللول قطرحنا تجميد البوايضات فما الحاجة الثانية هي تجميد الخلايا متاع المبي اللي هو معنطا بش ندخلو بعض السليوسكوبيك من الكرش بش ناخذو اون باقتي من اللوفير اون باقتي من اللوفير متاح واذي كهي اللي تتجمد واذي كهي اللي بلوتار تعود تتزرع وتعود نجم توالي تخدم كينو أوفير اخر بيه؟ في مشكل عليش قلت لك المشكل معنطا بريمان الموضوع هذي متشعب يسر خاطر كل الحاجة فيها الحاجات الباية متاحة لكن فيها الحاجات الخايبة وهذي ان بلوس حاجات في طور التقدم معنطا انا بيدي فما حاجات نحكي لك عليهم غو دوينج ميجي ويحكي واحد اخر تتبدل حاجة سي اون موفمان اون موفمان انس ممان دونك شنو المشكل متاع اللي قلتو لك تو متاع المبايد ان فات هذي مريضة احنا خايفين على الكابيتال فوليكولير متاحة معنطا احنا مريضة مش تعمل شيميو تغابي خايفين على الخصوبة متاحة الكابيتال فوليكولير متاحة ليتيح ومفات انتي وقت اللي تجي تناحي زادة تزيد تكمل عليها معنطا تناحي طرف كاملة من المبيض دونك تزيد تساهم في انك تزيد تطيحو سيفغي انتي بش ترجعو غدوة ان شاء الله بعد ما تبرأ لكن ترجعو اليوم ما زالت لزيد تود ما هيش كاملة فما اللي يرجع ينجح فما اللي يرجع ما ينجح تنجد تكون انتي زادة ساهمت في انك نقصت لهم الكابيتال فوليكولير متاح حاجة ثانية هو انك انتي نحيت شوية من العظمة يعني من الوفيغم تعمرا عندها سرطان مفاما حتى طريقة اليوم تنجد تأكد لك ألف في لألف اللي هالطرف اللي نحيتها هذي ما فيهاش خلايا سرطانية يعني غدوة وقت اللي بش ترجعوها راهو اليوم لزيتود ما زالت ما هيش متأكد ألف في لألف اللي ارجع هاتيسو هذي هذي أوفغيان متأكدين منو ألف في لألف ما فيهاش خلايا سرطانية دونك تشوف كيفاش تبيب بعد ما دايوب شوالي عاودوا وبيدوا يزرع خلايا سرطانية في بنادم ديجابرا دونك سي كمبليكي دونك سي كمبليكي دونك بش مخلطونا دونك بش مخلطونا دونك بش مخلطونا دونك تواحكينا على البنائي اللي مش متزوجة بالنسبة لمرأة متزوجة أسهل مرأة متزوجة بش نقترحوا عليها تجميد يا أما بوايضات يا أما أجنة مرأة متزوجة بتبيعة بش نجمدو لها الأجنة الأجنة متاحة لكن ديما زادة نقترحوا عليها تجميد البوايضات زادة ما يخفيكش أنه تنجم وشا وتوفى لا ولا عندها زوج آخر ولا معنطها عارسة مرأة أخرى خطره دجا في القانون إلا توفى الزوج حتى لو كان هي ما زالت هاي ما تجمش تستعمل الأجنة إلا توفى إلا لقدر الله إذا كان طلقت هو أنفات الجنين هو سيلا بروبرياتي دي كوبل حاجة متاحة مزوز نقص واحد منهم هذا ولا هذا سيلا تو ديستركشون أوتوماتيك معنطها يتحطموا الأجنة هذوم سيستماتيكما إذا كان لش مرأة متزوجة نقترحوا عليها زادة أن نتخابي البوايضات متاحة باشت معنطها باشت تستعملهم بلتار إذا كان نحب تهوى لبساجة جسما فالحكي هو أنفت تنشيط بوايضات عادي تنشيط بوايضات بالأدوية عادي بلتار أدوية أخرين نزيدهم ديستروجين باش ما يطلعش برشا الأستروجين في بدن المرأة ويزيد يقوي في الكنسير هذي هدهو 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 ما هوم اللي زيتاب اللي نجمونا عملوهم في إطار المحافظة للخصوب هدهو هم باي في إطار في إطار أنه كمالنا بلتار مع العلاجات متع سرطان ثدي أمتين فما اللي تاب تعله ليجو الهرمون يقول القيل أسكن نجمو وقتها نبديو نعودو نزرعوا كل أجنة دوكم ليستحفظنا عليهم ولا وقتش نبديو عملية تزرع متع الأجنة ولا الحاجة اللي احنا جمدنيهم احنا مش نستعملوا هذي الكل كسس وأجنة ولا أي حاجة من هذم الكل وقت اللي يكمل البروتوكول متع مدوات المريضة نهائيا ونتأكدو اللي المرض اتناحها ومعاتش عندها حتى مشكل آخر معناتها دونك البروتوكول الكل لازمو يكمل وهذي الأطباء المختصين في السرطان كسو سواء الغاديو تغابوت وقال الانكولوج يعني تبيب الكيميوي وقال الشيروجيين هما اللي يرجعونا المريضة ويسمحونا أن نستعملوا هالحاجات اللي خبينيهم كالكو سواء كالكو سواء شنو قديش بيزموه نسبة نجاح العملية هذي خلينا نقوله حتى في تونس على الأقل الربر لي مش نجيبك على سؤال ذي خاتر فريمو ما ترملكا شوية سيوختو في تونس ما تنجمش تعمل عن بورسنتاج على حالات صغيرة على أخر وأصلا القانون مازال كي تعمل ما تأنا النجم نقولك اللي في تونس الارجاع أصلا مازال ما بديش القانون متى أنك تحافظ على بويضات ولا أجنة متاعك وقت اللي تبدأ باش تستعمل دواء منه أنه يمس الخصوبة توتورة وفي ألفين وعشرين معتا احنا ما زلنا كي بدينا وما زلنا حتى ما بديناش نرجعه أصلا إن شاء الله يتطور شوية إن شاء الله على قوة وإن شاء الله ربي يشفي ناس الكل يعني يعني ساحة دكتور بركة له فيك هيت جوت خلاصة دكتور أحكالكو نقاط هكي أهم حاجات يزيما نحطوهم في بيننا فيما يخص الموضوع متاعنا اليوم هو لازم نعرفو المرأة اللي عندها سرطان ثادي معنتها فما برشا حالات باش نبسطوا الحكاية فما نساء ما همش باش يستعملوا كيميوي بالكل هذوكم إذا كانهم زادة ما همش يستعملوا أدوية هرمونية نجموا نأجلوا عمليات الحمل إذا كانوا باش يستعملوا أدوية هرمونية نجموا نقترحوا عليهم تجميد متاع كي ما حكينا بكري إذا كان فما حالات اللي باش يستعملوا الكيميوي وهنا تفهم اللي المشكلة في الخصوبة هي استعمال أدوية الكيميوية الأدوية الكيميوية مقصومة إلى ثنين معنتها فما نواة جيوانت وآدجيوانت بالنسبة النواة جيوانت اللي هي معنتها هذية كيميوي نستعملوه قبل حتى الجيرح باش يصغر في التمار ويصغر هنا الحالة هذية نبدأو مزروبينيس وما عانيش الحق أصلا نستعملو أدوية متاع تنشيط donc on est obligي باش نستعملو اللي عانا donc هنا واضح أنو باش نبشيو للالكانسير متاع التسسو أوvarian وقالا باش نبشيو كيميوي كبكري في اللي الماتورة سعين فيو إذا كان باش نستعملو لأدجيوان لأدجيوان زيدة كيف كيف حالتين أنتي والحالة متاع المرأة يا أما معنناش وقت وقتها نرجعو زيدة الكورتيكس ولا الميب وإلا عننا الوقت وقتها باش نمشيو في التنشيط ناخدو راحتنا مش نزيدو نوخرو شهر ماكسيموم على الدواء دونك باش ننشطو نجبدو البوايضات نجمدو بوايضات وإلا أجلنا أنتي والحالة كيفيش بي نعتيك سحا دكتور شكرا عايشك عايشك كان بحذينا دكتور نيزار بحري طبي مختص في أمراض النساء والتوليد وكنا حكينا على المحافظة على الخصوبة في إطار علاج سرطان أثنية ما تواجهت بحذينا دكتور سيرين مقني محرص طبي ما مختص في الجهاز الهضمي باش نحكيه على الجير اليوم مرحبا بيك دكتورة عسلي معيشار عايشك 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 صحة دكتورة دونك ما فهمش ويحدي وقلت والله قلت لسكن العبيد الي عمدوا من مشكلة متاع الجير ما في بيليش الي هو مشكلة كبيرة تتحرم الماكلة تتحرم النوم تتحرم من كل هو أنفيت مرض الجير يقلق برشة معناتها الحياة العادية معناتها يلالتغ لكالتدو في تبدأ يبدأ منجمش عايش مرض تختير برشة حمد الله خطر هو منتشرب مقلق منتشرب كثرة هو كيما نعرفه في العالم الكل في تونس في العالم الكل وهو جيب ربي قليل ما يعطينا تعاكورات حمد الله معناتها عنده تعاكورات أما مش برشة بيه هيت نفسرهم لجا شنو هو هالجير هذي ديك هالجير شنو سيتون غومانتي أسيد شمعنات غومانتي أسيد معناتها عن الحامض اللي بشدة في مستوى المعدة مش يطلع عنا إلى مستوى البلعوم مش نحسه بحاجة معتها تحريق يطلع عنا حتى المستوى البلعوم بيه لكن لازمنا نعرفه عبدي نجم يحس نجم يجيه الجير مش يحس الجير وما يحسش به دونك وقتيش نوليو نحكيو على الجير ان تنك مالادي وقته يولي مرض باتولوجيك وقت اللي يعطي أعراض وقت اللي تحس بالقلق الإنسان يبدأ يحس بالحريق يحس بالحرارة تطلع له ووقت اللي يعطينا دي لزيون دي لزيون هيدو ما وقته مش نلقاوهم معناتها الالتي هي بيت اللي بش يعطيهمنا في مستوى أسفل البلعوم كي مش نعملو أحنا المنظار العليو مش نلقاوهم هي هو الجير هيت نشوفه جاني غلما العبيد يعرفوا الجير قولت مربوط بالميكلة يا مكلاش يا كلام زيت يا كلام برش حاجات من قل قدتو أس كو إسانسيالما مربوط بالميكلة متاعنا وإلا لي هو بيانسور الميكلة هي عامل مهم جدا في الجير مش يزيدنا معناتها الجير باركانت العامل الأساسي مش السبب الرئيسي هو سي لدفايانس دو لباريغ انتغفلو نقولو شمعانيتها خلينا نحكيو شوي على الاناتومي نحن في جهاز الهضمية أول حاجة عنا البلعوم وبعد البلعوم دينا المعدة في أخر البلعوم في أسفل البلعوم عنا أسفل البلعوم عنا أسفل البلعوم عنا أسفل عنا أسفل سي لسفنكتير انفيريو دو لزوفاج نسميه أحنا اللي بالدير نقولولو فم المعدة فم المعدة هذية نورمال من عند الانسان العادي بعد عملية البلع مش يتسكر بي في مرضى جاير جنوبش يصير فم خلال الوظيفي في المسكول هذية في السفنكتير هذية دونك هو مش يخدم بالقداء مش يبدأ فمثلاثة تخوى سيتيواشن مش يبدأ يا محلول على طول دي ما محلول لمسكول هذية وإلا مش يبدأ في عوض يتسكر لنا بعد عملية البلع ووظيفة المعدة دونك 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 بش يولي عنا الجير ديجا وقتها يولي موجود وبين سيقف مع عوام الأخرى كيما الميكلة تونحكيو عليهم العوام الموجودة بكثرة اللي هي بش تزيد تتكثر لنا في الجير شمش تعمل بش تزيد تحل لنا في السفنكتير انفير دو لزوفاش في فم المعدة تحلوا المسكول دونك بش تودى الميكلة طالع تطلع لنا أكثر للوزوفاش همتو بي هذي السبب الرئيسي معناتها هو السبب الرئيسي هو خلال وظيفي في السفنكتير انفير دو لزوفاش مشكلة معناتها وظيفية في الفم المعدة وبعد يجيو العوام الأخرين اللي بش نحكيو عليهم شوية آخر اللي بش يزيدوا في الجير بي هذ كيفش نعرفينا عن دي جير خاتر جيرنا غلي مفهمة بعد ما يعرفوش اللي هم عندهم الجير لسامتو لسامتو شنو الحاجات اللي يجيو وكتعرف اللي انت عن دي جير فما عنا الأعراض الاعتيادية عنا حاجتين حاجتين معروفين بلوزو ما اللي هي الحاجة الأولى الاحساس بالحريق بالحرارة الباسيون يجيك يقول لك رني عندي حريق يطلع لي من المعدة يطلع على الوراسدر عبر المعدة في البلعوم ينجم يوصل حتى للقريجم هذه الحاجة الأولى الحاجة الثانية سيليغيك اللي هي الميك لا تطلع سخونة يطلع للفم الحاجتين هدوما اللي هما الأعراض الاعتيادية اللي نقوله احنا اللي معروفين عنا زيدة الأعراض الغير الاعتيادية اللي عندها تجم تكون عندها علقة بجهاز العظمي وفما أعراض اللي عندها حتى علقة بجهاز العظمي اللي عندها علقة بجهاز العظمي ينجم نلقا يقول لك عندي يوجيعة في المعدة بحريق معناتها لوكاليزي هنا في مستوى المعدة ينجم يكون واحد عنده دينوزي معنطا يبدأ يتباوع يحبي يرد ينجم كيف كيف عنده الفويقة اللي تقعد على طول معنطا يقول لك يبدأ متقلق يقول لك عندي برشة ما تتنحاش فهمت وقتا نخم وفجير فهم كيف كيف الأعراض الغير الاعتيادية اللي ما عندها حتى علاقة بالجهاز الهضمي اللي تجم تكون عندها علاقة بالجهاز التنفسي اللي بالأنف والأذن والحنجرة وإلا بالقلب فجهاز التنفسي نجمو ننقاو الكحا لاتو ساش لكتريا جينا بعد الميكلة وإلا في الليل نخمو نجمو نخمو فجير نجمو لسندروم دي لابنيت سومي كالعبيد اللي يرقدو فليل وكيتقاس عليهم منفس نجمو لزينفكشن عريبيتشن لزينبانشيت يبدأوا يحدي عمل لزينبانشيت في جرتبعهم ونسب الحساسي نجمو نشكو فالجير بعد ما بيانسور نخمو في المعتايم يشوف طبيب اختصاص ويتأكد الليما فما حتى حاجة تيبع الاسبيسياليتي وقتا وليو نشوفو نخمو فجير فما زيدة اللي تيبع الانف والحنجرة والأذن كيما الديسفونية البحة في الصوت ويحدي يبدأ مبحاح كيما زيدة نلقاو لزينفكشن والريبيتشن والفغانجيت اللي دي ما يتعاودوا جمي يكون الجير دي كي يطلع يعمل لنا التهابات وعنا زيدة الأعراض اللي تيبع للقلب اللي هم اللي دولور تغاسيك جي وجيعة قوية في القفص الصدري اللي هي تكبش تشبه برشة للذبحة الصدرية نوك في الحالة هذه الكل لازمنا نشوفو طبيب اختصاص ونتأكدو اللي ما فما حتى حاجة تيبع الاختصاص هذي وبعد يتم تحويل المريض إلى طبيب معيدة وأمعاء مش اللوجو على الجير اسكو فما عوامل أخرى تنجم تعكر ولا تصرع أكتر في ظهور العراض هذي العوامل اللي مش تزيدنا في الجير احنا قلنا بيانسور جير إلي لا موجود على خطر عنا فما خلال وظيفي في السنكتير دونك هو موجود وفما حاجات مش يزيدوا فيه دونك نحكيه أول حاجة على الاغنيتات اللي هو الفتق في مستوى المعدة الفتق في مستوى المعدة ينجم يكون عند إنسان أما ما عندوش الجير مش معانتا كل ما نلقاوه فتق راو عندو الجير بخفوا يقول لك إنسان أنا في بليش بروحي عندي فتق أما ما ما عندي الجير دونك الحاجة الثانية الميكلة الميكلة هي أكثر حاجات أكثر حاجات تجم تقلقنا اللي هي الميكلة الدسمة الدهنية بصفة عامة معانتا الحاجات المزيتة المقلي، الكواسان، الحاجات الليكيد، سيئلة ماذا بينا ما نكلوش في اللي الحاجات السوب، برود وكل شاي نبعدو عليها الميكلة معانتا كميات كبيرة من الأكل تجم تعمل لنجير زادة كيف؟ المشروبات الغازية المشروبات الغازية بيانسور غذيك تباع السوائل دوم الكل يبان أجيغ au niveau دو سنكتر غنفير دو لزوفاج معانتا فم المعدة بيش يزيدوا ويحلوا هنا دونك بش تطلع لنا الميكلة أكثر عنا الكحون، عنا زادة المنبهات بصفة عامل القهوة، التاي هذيك الكل ينجم زيدنا في الجير عنا التدخين اللي هو من أكبر العوامل اللي تجم زيدنا في الجير خاطر نانسولمان يناقصنا في التونوس متاع لسفنكتر غنفير دو لزوفاج معانتا بش يحللنا في فم المعدة بش يزيدنا في كمية لسيد اللي موجودة في المعدة و بش يناقص من الكليرانس دو لزوفاج احنا نقولو معانتا بش الوظيفة متاع البلعوم بش تبدأ مشبهية معانتا عنا كيف كيف بعض الدويات اللي تجم تعمل لنا جير اللي هي دويات شوية دويات متاع القلب متاع هشاشة العظام دونسوك لزونا نعطيه الدوي اللي متاع جير معاهم كيما انتي قلت قبيلا في الحمل عنا شوية هرمونات للحمل اللي هي تجم تعطينا جير بسيفة قبيلا سيخطوه في اللوشهراء الكبار عاليش على خطر احنا اكور دولا غوسيس فما هرمونات يطلعوا ويزدو يبدو يطلعوا معانتا كوردو لغوسيس يذوكم هوم اللي بش يجيونا في سفنكتير انفيريور بش يحلوه فم المعدة مش كيما يقولوا راهو الراس بشعر وكل شاي عانده حتى عليقها بال دايوغ كي تولد المرأة دانكو معانتا يولي يتنحى كريمان جير معانتا اللي زغمان لكلهم يتيحوا يتنحى الجير بيه اذو ما ابرز العوامل بيه اذو ما ابرز العوامل شبا اخرتو نحكيه بالدكتور على التشخيص وتنشوفوا اسكو فما مضاعفات خطيرة للجير وطرق العلاج نعود وفكر لكم اللي حضرة بحدنا الدكتورة السيدين مقني محر السبب ومختصة في امراض الجهاز الهضمي قاعدين نحكيه على الجير وما تبعدوش بعيدة عمراش عينا ايا فهم مغرومة بيك والكيت ما يتنحعاش من وذيك اتبع الاخبار والسبوغ والفن والبوليتيك وما تحب تفلت شيء في اللي ذي على الاقرب لك اشترك منتوى في الصفحة الرسمية الايا فهم على الفيسبوك المقالات الصور الفيديوهات واللايف مصباح للليل من تليفونك ولا على البيسي بش تلقى الرسمي في الصفحة الرسمية على الفيسبوك لإيا فهم احلى رجول ألو إيا فهم سبيسيال سانتي مع هجر الحنيشي اجهان لكم جديد مكاملين مع بعضنا حتى كلها الاربعة متعال عشايا ما زلنا قاعدين نحكيه على الجير وحضرة بحدانا الدكتورة سيري المقني محرص طبيبة مختصة في امراض الجهاز الهضمي دون كنت نشوفوا معاك دكتورة التشخيص وبعد دون نشوفوا الامكانيات العلاج للمشكلة متاع الجير التشخيص كيف هي شيء؟ التشخيص زوز حالات نجمو نعملو التشخيص بصفة معناتها سهلة برشة وبالانتروجات واغ في العيادة إذا كان عنا الأعراض الاعتيادية اللي حكينا عليهم اللي هو الحريق اللي قلنا عليه يطلع حتى للبلعوم والماكلة اللي تطلع عنا الماكلة السخونة في الحالة هذية نجمو نغتين لدياجنوستيك نقولو للباسيون راهو عندك الجير مغير ما حتى اكزامان اخر مغير منزيدو نعملو تصاور وكل شيء ما نستحقوش لكن إذا كان عنا جينا باسيون عمرو أكثر من خمسين سنان وإلا إذا كان عنا سيني دلاغم معناتها حاجة خطر عرض من أعراض الخطر اللي هو ما ينجم يكون نقص في الوزن برشة يبدأ فاشل إذا كان رد الدم إذا كان عنده فقر الدم زيدا وإلا إذا كان يقولك نحس في حاجة توحلي هناك نبلع عندي حاجة توحل في الحالة هذية لازمنا ضروري منه المنظار العلوي لازمنا نكمله بالمنظار أو الحاجة مش نشوفه فميش حاجة أخرى تجم تعطينا الأعراض هذي كما المرض الخبيث تأكدو إلي ما فميش مرض خبيث وثاني حاجة مش اللوجه على سيني اللي نجم نقوله راهو عنا جير اللي هو الالتهاب في مستوى الأسفل متاع البلعوم مش نلقاوه مش نقوله راهو عنا الجير عنا زيدا كيف كيف الأعراض الغير كلاسيكية الغير الاعتيادية اللي قلنا عليهم كالسواة عندهم معلقة بالجهيز العظمي ولا ما عندهم مش علقة بالجهيز العظمي في الحالة هذي لازمنا نعملو المنظر المنظر العلوي مش اللوجه كيف كيف على التهابات تسيني اندريكت متاع الجير مش إذا كاي نلقينا التهابات هذي في أخر البلعوم مش نقوله راهو عنا مرض الجير لكن التهابات هذي مش دي ما موجودة دونك إذا كاي نلقينا همش موجودة ما لازم نش نخفوه في المرحلة هذي كاي لازم نزيد ونعملو تصويره أخرى اللي هي مش نشوفه وقتاش عنا درجة الحموضة تطلع في البلعوم وقتا نجمو نقول لولو اسكو عندو جير ولا ما عندوش بمت المرض معنات ملادي بأضم مختلف التشخيص اللي نجمو نعملو معنات كيما قلنا المرحلة لولا في التشخيص النجم يكون سريري التشخيص إذا كان عنا لديو سمبتوم لولينين لك اللي معروفين أما إذا كان لعمر كيما قلنا أكثر من حمسين سناء وإلا عنا حاجة مختلفة على معناتها الأعراض الغير كلاسيكية الغير الاعتيادية لازمنا نعملو المنظر مفا مشكلة اسكو فاما مشاكل صحية كبيرة تنجم تتخبو رجير وقاللي الجير هو اللي نجم يعملها مضاعفات أخرى هو جنرال ما مرض الجير مرض ما يعطينيش ديما ديكمبليكاشن مي بخفو ساعت يعطين مضاعفة ديكمبليكاشن اللي هوم اللي نجمو يصلوا حتى للمرض الخايب أول حاجة مش نحكيو عليها هي لزوفاجيت اللي هي الالتيهي في مستوى البلعوم اللي حكينا عليها قبلة شوية اللي هو فيه دي دقري من أ حتى لدي دنك الالتيهي بهذي بيدو ينجم يعطينا مضاعفات أخرى معنطا ينجم يسكن بليك ينجمو يجينا باسيون عندو نزيف معنطا يرد الدم ينجم يجينا باسيون عندو انستينوز يقول لك راني وليد بس في نبلعك نجي ونشوفه نلقاو فاما سدد انستينوز أوزوفاجيا سدد معناتها ونبو في الوزوفاج في البلعوم في اخر البلعوم في هذي الحالة لازمنا نيخذو عينيات من المسدد هذيك بش نتأكدو اللي هو موش مرض خايب ومبعض لازمنا نبرمجو عمليات متع التوسيع شوالي يبلع عادي ولي معاش عندو خلق الحاجة الرابعة اللي مش نحكيو عليها هي اه موس بلا لزيون الشوي كالن también اسمها لاندوبراخي أوزوفاج اللي هيه هذه هيه سيكاتري SAοι موسي vice موسيقى 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 منش ما وجهت المقد الهي جهب موسيقى بصفة غير طبيعية وبش تعطينا للزيون هذي اللي هي اللزيون اسمها لوندو باكي اوزوفاج ستوين لزيون بري كنسيروس معناتها هي مرحلة من قبل السرطان اللي هي تجمع بعد تعطينا السرطان في هذها انفقوا بيها بالمنظار على خطر هي في المنظار تعطي اناس بي معناتها احنا انفقوا بيها اللون يتبدل شوية متاع الميكوز الغيشاء معناتها متاع الوزوفاج دونك كنفقوا بيها ناخذ عينات من غاديكا وحسب نتيجة العينة بيش نعملو برنامج امتاع مراقبة ومراجعة بالمنظار هذا ما ابرز المضاعفات هذي المضاعفات اللي تجم تعطيهم جيروي سينو هيت نشوفو العلاج دكتور طرق العلاج الدوائي والغير الدوائي كيفما دي تستوسكو لغا العلاج هو كيما قلنا من قبيلة عنا مشكلة عنا خلال وظيفي احنا في فم المعدة في اسمك تغن في اخدو اللزوفاج المشكلة اللي احنا مزلنا حتى لتوى ما فميش علاج للخلال هذية لكن فم علاجات اخرى اللي هي بش نقصنا في الحموضة في مستوى الحموضة في المعدة اللي هي بش نقصنا بالجير دونك مقبل ما نحكيو على الدوائيات خلينا نحكيو على انتصائح لغاق الهيجيان ودييتاتيك اللي مهم جدا انه نحترموهم كان نحترموهم نجم يتنحلنا بالقدار الجير مع الدوائي دونك كيما قلنا قبيلة الحاجات اللي العوامل اللي حكينا عليهم لازمنا نتجنبوهم معتما لازمنا نيكلو حاجة دسمة حاجات مزيتة برشا المقل اللي نبعدو عليه الحاجات اللي كيد كي نبداو كي معتف الليل ماذا بينا نيكلو حاجات شوية ماذا بينا نقصو في الوزن منا نيكلوش دي كونتيتي كبيرا برشا متاع ميكلة نخليو ما بينا وقت العشاء ووقت النوم على الأقل ثلاثة سويع مش نيكلو نمشيو نتاكيو نرغدو طول كي نجيو مش نرغدو نرغدو على جنبنا دي سار نجمو زيدا نعليو الزوز ساقين بتاع الفرش اللي منشيرت الرأس نعليوهم كفين مش نحطو مخدة خطر مخدة مش تقلقنا رقبتنا مش تعملنا تغتيكولي وكل مش نعملو زوز لوحات نجمو نطلعوهم عند نجار خمسة شنسانتي كل لوحة نحطوهم فساقين اللي منشيرت الرأس دونك هكيك بش نعملو انبلو انكليني مش يولي الصدر طالع بغرابور للكرش دكو مش نقصو برشة من الجير توا عنا بخليف النصائح هذه الدواء الدواء عنا الدواء اللي نجمو نعتيوه هو اللي بش ينقصنا من الحموضة في مستوى المعيدة دونك هكيك بش يولي المعدة نوتر بلوزو موان كي بش يطلع عنا للبلعوم عادة الفترة بتاع العلاج على الول تبدأ لمدة شهر مع انتا كل يوم ناخدوه ومبعد نواليو على دومان مع انتا الباسيون كي يتقلق يوالي يخدوه كي يبدأ ما عندوش الجير ما يخوش الدواء يرتح شوية دكو عنا ثالث حاجة مش نحكيو عليها هي الجراحة الجراحة في مرض الجير ما نستحق وهيش برشة احنا رأي كي واحد يعمل النصائح وياخد دواء جنرال ما يتقلقش وقدش النجم ونقترحوها الجراحة هذية عند الباسيون اللي يمشي معهم الدواء بالقداء يقول لك سبب الدواء نعيش عادي ما ينجمش يقصه مع انتا يقعد سنوات وسنوات كن نهار ياخد دواء يقول لك اينا امبوسيبل نقص علي الدواء با ما عمبش اثار جنيبي كي يخذ حيات كل دواء هو الدواء كي اي دواء باش ناخدوه مع انتا الحياة الكل المدطوية لازم يكونوا فهم اثار دونك احنا مش نجنبو الاثار هذي وما نجمو نقترحو جراحة في هذي الحالة كيف نجمو نقترحو زد الجراحة في حالة اذا كان واحد عندو الفتط مع انتا اوني اغنيتا الكبيرة برشم قلقتو حتى بالدواء ما تحسنتش نانسو كازي دا نقترحو الجراحة بي سينو فماش حاجات اخرى نعطيب نصائح لانا في دوني ولا قولي يختانة منش شنو ما النصائح والله انا مشي مع stand المعينة زيء العصير والله نفعتني الحق متعرب الجربي زرعاة القطين مي ل الجنغال النصائح اللي هوما اللي في نبعدها عنهم الحاجات الحامضة نبعدها عنهم الحاجات conduct دهنيات معناتا بش تحلنها هذوما الحاجات اللي فامة genuinely الدهنيات نبعدوا على اللهم الحاجات السكرية كيف كيف مش يحلونها في الفم المعدة هذو fuck بش يجدونا يقلقونا في الجير هل نحاوصل معك دكتورة سنرى بعضنا أهم النقاط في موضوعنا الجير اليوم ونخدم معك الجير هو مرض منتشر برشا في العالم وفي تونس وكل الحمد لله لا يعطي نيش برشا معناتها دي كومبليكاسيون غزمان ما همش كبر برشا لدي كومبليكاسيون لازمنا نحافظ على نجنب العوامل باش نقسم الجير اللي حكينا عليهم بيانسور التدخين اللي هو عامل كبير برشا ينجمي قلقنا الكحول الميكلا سيقتوه حاجات الدهنيات الليليكيد كما قلنا الهاجات السكريات فما بيانسور الدوالي باش نعطيها باش يزيد عاونا زيدا باش نقص ولازمنا اي معناتها كي جينا اي سمتوم اي عارض من اعراض هيدو ما اللي حكينا عليهم مقبيلة كسيسواء الغير اعتيادية ولا الاعتيادية لازمنا نمشي ونشوفو طبيب اختصاص مش يقلنا اسك هو مرض جير ولا لا اسك يطلب منظر مش نشوفو فماشي حاجة اخرى خاطر ينجم يكون واحد يقول لك عندي جير وهو تجم تكون فهم حاجة اخرى بخليفة الجير بي عايشك صحة دكتورة بركة الله فيك على التوضيحات عايشك عايشك صحة لا يخليك كانت بحضينا دكتورة سيرين مقني محرص طبيبه مختصة في امراض الجهاز الهضمي كنا حكينا على الجير سنو احنا وصلنا لاخر لاميسيون بتاعنا اليوم مرسي المنا في الاعداد مرسي لسوفيين في الاخراج مرسي الوي ايمو وصوفيين في اي اثم تي فين كانت معكم رجال حانيشي باي باي في لامين اشتركوا في القناة